خلاص البنك الأهلي وبنك مصر أعلنوا عن طرح شهادتين جداد مدتهم سنة واحدة لكل شهادة بس الفرق إن الشهادة الأولى هتكون بفايدة 23.5% والعائد عليها هينزل في حسابك كل شهر الشهادة التانية بقى هتكون بفايدة 27% والعائد عليها هتستلم في نهاية المدة يعني بعد سنة لكن يطرق الاستثمار في الشهادات الجديدة أفضل ولا الذهب؟ الخبير الاقتصادي وليد عادل جاوب على السؤال ده في تصريحات لجريدة الوطن وفي البداية أكد إن الشهادات اللي ترحها البنك الأهلي وبنك مصر هي الأعلى من نوعها في السوق المصري ومنزلش سيها قبل كده وإدى مثال بسيط هيوضح ليكم الفرق بين الاستثمار في الشهادات الجديدة وما بين الدهب بحال مثلاً لو استثمرت مبلغ 100 ألف جنيه بنسبة الفايدة اللي بتقدمها الشهادات الجديدة اللي هي 27% هتلاقوا إن في نهاية السنة إجمالي رأس مال المستثمر بعد إضافة الأرباح هيبقى 127 ألف جنيه لكن لو استثمرت نفس المبلغ ده في الدهب عيار 21 اللي وصل سعره دلوقتي لـ 3200 جنيه هتلاقي إنك لو اشتريت 31 جرام دهب حتى لو ارتفع سعره في حالة البيع بعد السنة هيمصل المبلغ لـ 152 ألف جنيه وده من غير ما نحسب أي درائب أو مصنعية منتوقع طبعاً تخسرها في وقت البيع أو الشراء عشان كده الخبير الاقتصادي نصح المواطنين إنهم يستثمروا فلوسهم في الشهادات الجديدة إنتم بقى شايفين إيه اشتركوا في القناة